اخبارنا متواصل مشاهدين في كل مكان اهلا بكم وبدايتها بالعنوين سلسلة من الاضطرابات الجوية تمس المناطق الداخلية للوطن وترقب سقوط اولى ثلوج بالبيض وججرة جدر بين نواب البرلمان حول المنح والعلوات التي تقدم لنواب المجلس الشعبي الوطني والبداية من احوال التقس حيث تتوقع مصالح الارصاد الجوية سلسلة من الاضطرابات تخص كل المناطق الشمالية للوطن والمناطق الداخلية بداية من عطلة الاسبوع على ان تكون اكثر حدة يومي السبت والاحد بالمناطق الداخلية ويتوقع ايضا ان تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتصل الى الصفر ببعض المناطق على غرار ولاية البيض التي من المرتقب ان تتساقط بها الثلوج وايضا بجبال جرجرة كما ستشهد هذه المناطق انخفاضا في درجة الحرارة تقارب الصفر ليلا على ان ترتفع الى 15 درجة منتصف النهر فالندى محمد جميعين ايب رئيس المجلس الشعبي الوطني كل الاقويل التي توحي باعطاء منح وعلوات لبعض النواب مؤكدا ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة ويراد به زعزعة استقرار البلمان خاصة وان القانون لا يسمح بمثل هذه التصرفات هشم شريف والتفاصيل هذه اكاذيب يروج لها بعض الاشخاص من يريدون نشر البلبلة داخل المجلس الشعبي الوطني الاخ اللي انشر هذه الفكرة انا في العهدى الثالثة بمجلس الشعبي الوطني كان معي نائب رئيس لسنتين وهو كان كيستير في المجلس وكل شيء يعني روات بنواب كانت تفوت على يده تفوت امامه يعني هو مسؤول اذا كانت ما يروج له صحيح اول من يعاقب هو هذا النائب الذي يروج هذه الافكار الكاذبة وكذلك الجاهلة والتي لا اساس لها من الصحة من جهة اخرى قال الاخضر بن خلاف انه تقدم الى رئيس المجلس الشعبي الوطني باحتجاج حول المنح التي تقدم الى النواب بطريقة غير قانونية وخاصة منها منحة العلوات ومنح اخرى واعتبر بن خلاف ان هذا الاخير تجاوز للقانون خاصة وان هذه المنح لم تكتب اقول في الرواتب الشهرية الخاصة بكل نائب نحن تقدمنا برسالة رسمية الى رئيس المجلس الشعبي الوطني واعلمناه بان بعض العلوات والمنح التي تمنح للنواب هي تمنح بطريقة غير قانونية وذكرنا بالضبط منحة الايواء المقدرة ب63 الف دينار جزائري شهريا وذكرنا كذلك منحة المصاريف العامة المقدرة ب45 الف دينار جزائري شهريا هذه المنح فهي لا تدخل في كشف الراتب لا نراها في رافيش دو باي ومن ثم تمنح مباشرة للنواب وتصب في حساباتهم دون اقتطاع الاختطاعات القانونية المتمثلة اولا في الضمان الاجتماعي والضرائب يعني معناه ليرجي وكذا صندوق التقاعد ما نطالبه ان يتبق القانون تمكنت مصالح امن دائرة مغنية من حجز 15 قنطار من الكيف المعالج بحي عمر بمغنية وتأتي هذه المحجوزات لتضافة الى سلسلة من المحجوزات التي تسعى جهات لاغراق الجزائري بها الى ذلك افضى تحقيق مصالحي الدرك الوطني ببير مورد ريس في العاصمة بخصوص جريمة مقتل شيخ وزوجة ابنه في حي مريجة 2 في بلدية سحولة الى تحديد هوية احد المتورطين في الجريمة بعد رفع البصمات من قبل خبراء معهد الاجرام والادلة الجنائية التابع للقيادة العامة للدرك الوطني ويتعلق الامر بابن شقيق الشيخ المقتول المتواجد حاليا رهن التحقيق الامني من قبل مصالح الدرك الوطني وسنوفقكم اذا مشاهدين بتفاصيل ادق عن جديد هذه الجريمة في مواجزنا اللاحقة هذا هو اوقفت مساء امس مصالح فرقة البحث والتحري لامن ولاية تبسة نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بير مقدم 45 كم غرب تبسة وزوجته ايضا حيث تم اعتقالهما من مقر سكنهما الكائن بذات البلدية وقد قامت ذات المصالح بتحويلهما الى مركز الامن التحقيق في قضية اجهاد موظفة تعمل بالعيادة الطبية المتعددة الخدمات التي تم سمعها من طرف المصالح الامنية وحسب مصادرنا من هناك فان ذات المصالح مازالت تواصل تحقيقاتها لكشف اطراف اخرى على علاقة بعملية الاجهاد علم تلفزيون نهار من مصادر مطلعان مصالح الصحة بولاية تيارت قد سجلت حالة اشتباه في اصابة شاب المالاريا ينحدر من بلدية زمالة الامير عبدالقادر بتيارت وقال المصدر ان الشاب البالغ من العمر 31 سنة كان يعمل في ولاية غردايا وقد عاد اذا منذ حوالي يومين الى عائلته القاطنة ببلدية زمالة الامير عبدالقادر حيث تعرض لحمى شديدة وتم نقله على جنيح السرع الى مستشفى يوسف دامرجي ووضع اذا تحت الرقابة الطبية في انتظار نتائج التحليل الطبية في موضوع اخر وفي رد سريع من طرف الجزائريين على تصرفات الاستفزازية لسلطات المخزن تحفظت العديد من الوكالات السياحية على الوجهة المغربية بعد توتر العلاقات بين البلدين مؤخرا حفاظا على سلامة السياحة الجزائريين بهذا البلد على خلفية التصعيد المغرب الأخي ضد الجزائر تأثرت الوكالات الخاصة للسفر والسياحة حيث تراجع بعض الجزائريين عن التوجه الى المغرب بينما أولغي البعض تذاكر سفرهم وغير وجهاتهم السياحية نحو بلدان اخرى يوح القناة كالبما عادت الأ Pokeان مرت önemين من دقيقين ح yea تلمعات مشاركا على السبب الصحيحة للقزرف سنفرجين منها بالخاص�ル طريق للغرب لكن ليس هذا المثال7 لماذا کن الجزائريا Cיי Solutions على السفر والمغرب الت該ادروسي courts وغاي villa التصعيد المغربي والاعتداء على القنصلية الجزائرية دفع البعض السواحى الجزائريين إلى التخلي عن رحلاتهم إلى المدن المغربية واستبدالها بوجهات أخرى كالصحراء الجزائرية، تونس وتركيا إما السائح يشعر بأن حياته أمواله مهددة فهذا يجعله مباشرة يعزف عن هذا المقصد نحن نتمنى أن هذه القضية المشؤومة لا تأطر على السواح الجزائريين والمغاربة كذلك فيما يخص تنقلاتهم الخوف من تصرفات المغاربة وردود فعلهم دفعت الجزائريين إلى تفضيل البقاء في الوطن عواض المقامرة والوقوع في مشاكل قد تستفحل معها الأزمة بين البلدين وفي العاصمة احتج عدد من التجار أمام مقر بلدية الأبيار على منعه من استغلال محلة شاغرة بعد أن أزحت البلدية السوق الفوضوي المحادي لساحة كينيدي بالعاصمة كما قلنا ولم توفر لهم بديلا عن ذلك المزيد في ميكروفون محمد سعدوي وورضة أخشيش للحمن ونفتل في بلدية الأبيار من بعد جرينا caca al-sahore cal-baden 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 بسمونا الله ورقة لك عمروا هاد الورق هامليك هادو ما عمرنا كل واحد منا احنا شباب بلدية الابيار قعمروا ورقة ورقة باش خرجت اللي استهادية هاي لك باش الناس تستالي وتخدمش هالرمضان ومور رمضان كاي البادل ما بمن بعد وش سرع ما خدمنا لا رمضان لمور رمضان لقبل رمضان احنا شباب بلدية الابيار نطلبوا فيلمير هذا باش يديننا سوق تجاري نخدموا فيه لي جنق عراه مريحة من جهته صدح رئيس بلدية الابيار انه يتفهم احتجاج الشباب وان المشكل سيحل بسوق جوارية ستدخل طور الانجاز عن قريب هادوما اللي جوا يشتكون من المحلات فنعطوهم الحق بس كو في اطار عملية القضاء التجارة الفوضوية او البيعة الفوضوية كان عملية اللي تقوم بها وزار الداخلية وجمع المحلية ويعني ووزار الاولى كامل اللي راه يصاري على جميع المستويات وفي جميع الولايات باللي الباعة الغير شرعيين ميزيدوش يحطوه هادوما اللي جونتاو عنا وانا يسايا باش نعاونوهم واحد الوقت ضاير قبل رمضان ضاير قبل رمضان سيتي بريفون شوف لهم بلاسة درنا اوليست وتفاهمنا مع صورة ايربان وتفاهمنا مع الوالدي اللي قي باش نديروها وكلش هم بعدها ما تفاهمناش يويا ما لانتوندو من دارتش من تحطتش الفوضوية بروفيزور ما تحطش صدير جوز بول لمادو تعرامدان قلنا باش ناس تسترزق في شهر رمضان ما كتبش المكتوب احنا وين نقدروا نعاون ونعاون وكي انني قتلك اللي قدرت ندخلهم في ايطار هادو تعاليزون تعاليونساج وكلش ندخلوا اذا قدرنا احنا البلدين نفتحوا مراصب شغل اللي يلقاوهم ماذا ندخلوهم اونتر اونتر ايطان للوقت اللي وزيد المارشي هذا والمارشي هذا راح يطلعون شاربونت ميطاريك ما يحكمش بزاف الوقت ختم الموجز المزيد من الاخبار بعد رحضات ترقبونا